بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين ونحن في هذا الجوار الطاهر لسيدي ومولاي أمير المؤمنين صلى الله عليه وفي برنامج الإمامة في نهج البلاغة وضيفي في هذه الحلقة المستمر معي الباحث في كتاب نهج البلاغة الأستاذ هاني الرويعي حياكم الله جناب الأستاذ والسلام عليكم مشاهدين الأحبة ورحمة الله وبركاته والسلام موصول لجنابكم جناب الأستاذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله مرة أخرى في هذا البرنامج ونسمع ونقرأ كثيرا في زياراته أمير المؤمنين سلام الله عليه وأيضا ذكرت في دعاء الندبة المروي عن الإمام الحجة سلام الله عليه لما قال فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين هل ورد في نهج البلاغة هذا المضمون؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته والسلام عليك يا أستاذ مسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر قتال للناكثين والقاسطين والمارقين قائلا ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرض أهل البغي اللي هم القاسطين أهل صفين بغوا كما قال الإمام صلوات الله عليه بغوا على الإمام بأبي وأمي وأهل الناكث اللي هم اللي نقضوا البيعة هو شنو الناكث أستاذ؟ يعني الناكث نعم ينكث العهد ينقض العهد ومذكورة في القرآن الكريم أيضا فمن نكث فإنما ينكث على نفسي نعم اللي هم أهل الجمل طلحة والزبير وأهل الجمل في حادثة الجمل المعروفة في حادثة الجمل المعروفة المؤلمة واقعا دعا التفاصيل وسألني عن الجمل هذا علي وهذه وقعة الجمل وقعة الجمل أكثر قتل المسلمين صارت في واقعة الجمل والمارقين المارقين اللي هم الخوارج يمرقون من الدين يعني يخرجون المارقين يعني الخارجين من المنحرفين عن المسار الصحيح أو المسار الديني أحسن فالإمام صلوات الله عليه ذكر قتاله لالناكثين والقاصطين والمارقين خل أرجع لك إلى الناس نعم ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد نعم أستاذنا العزيز نعم يعني نقطة هنا نعم هل أنه كان هذا القتال الذي ذكر في هذا المضمون في نهج البلاغة وبالإضافة إلى كما ذكرنا في زيارات أمير المؤمن سلام الله عليه وبالإضافة إلى دعاء الندبة هل كان هذا القتال تم تأكيد بأنه من الله سبحانه وتعالى نعم يعني هل أنه هذا القتال عندنا المذكور في هذه الموارد أمر من الله سبحانه وتعالى ورسوله نعم أحسنت هذا السؤال كلش مهم وجوهري نحن أسلفنا أن الإمام امتداد للنبوة النبي صلى الله عليه وآله قاتل نعم كما في الحلقة السابقة أسلفنا نعم أنه الامتداد الذي جرى من النبي صلى الله عليه وآله وسرى عن طريق السيدة الزهراء عليه السلام بأمير المؤمنين سلام الله عليه وإلى الآئمة عليه الطاهرين نعم سلام الله كذلك كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله يصدر عن الإمام باعتباره امتداد امتداد للنبوة القرآن الكريم قبل كل هذا يقول وقاتل التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فهؤلاء بغاة خرجوا على إمام زمانهم الخليفة المشروع اللي وإن كان واقعا هو مو خليفة رابع الإمام بأبي وأمه نصب من قبل الله تعالى نعم أنا أذكر مو باعتباره رابعا باعتباره الخليفة المشروع والمنصوص به من الله سبحانه وتعالى المنصوب بأمر الله لرسوله نعم هذا معنى كلامي وليس رابعا وحدث ما حدث وصار الإمام أبي وأمي رابع الخلفاء المسلمين والله هو النص من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وكل الدنيا تذري لكن عموما فالإمام صلى الله عليه قاتل الناكثين نعم في واقعة الجمل ناكثوا العهد وناكثوا بيعته بايعوا استاذ مسلم الإمام بويع من قبل هؤلاء المقاتلين بخن بخن لك يا علي هاي بالبداية حتى النساء بايعا هاي بالبداية نعم والبيعة الثانية اش وكت؟ متى حصلت؟ متى حصلت؟ حصلت بعد مقتل عثماني الإمام صلى الله عليه يذكر في الخطبة الشقشقية فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَالنَّاسِ نعم أفزعني قدوم كعرف الضبع إلي يَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبْ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ حَسَنَانِ يعني الإبْهَامَان مَا الْرِدِينَ وأقف هذا الرأي لأحد الشارحين ناجي فلا يقول حسن والحسين وشق عطفاي الردن بسحولة أعطاف لأنه يعني تعطف باستدارة البدن عطف نعم مجتمعين حولك ربيضة الغنم فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة بعد هذا الإقبال الكبير وهذا الوصف الدقيق الذي وصفه سيدي ومولاي ومع ذلك هو يذكر أنه نكثت طائفة ومرقة أخرى وقصت آخرون فقاتل الإمام صلى الله عليه قلت لك يذكر أكثر الموضع الناكثين والقاسطين والمارقين فالإمام صلى الله عليه يبين بأنه قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين في نهج البلاغة فأما الناكثون فقد قاتلتوا اللي هما أهل الجمل ماذا لون أخلاق قد الإمام صلى الله عليه عليه؟ لو تجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بخلق واحد لأمير المؤمنين ما استطاعوا أرجوك يجيبوا للغنائم يوم الجمل يقولهم ردوها هؤلاء إخوتنا بغوا علينا أقرأ في نهج البلاغة رغم الاشتداد المعركة والقتال والجرحة وسيلان الدم وهذا الموج المتلاطم في النهاية الفوز كان حليف أمير المؤمن سلام الله عليه بعد وشعار في نهج البلاغة أولى الناس بالعف أقدرهم على العقوبة بعد ذلك قال ردوها إلى الإمام قال هؤلاء إخوتنا بغوا علينا فالإمام صلى الله عليه كذلك بيّن أنه قاتل القاسطين القاسطين يعني الفاسقين اللي هم أهل صفين كذلك قال وأما المارقة فقد دوخته يعني الخارج عن الدين فقد دوخته أيضا ذكر الإمام صلى الله عليه المارقة وهم الخارج لو نتك قليلا على حرب صفين نعم هذه حصلت ما بين المسلمين نعم بلا شك جهة علي بن أبي طالب سلام الله عليه باعتباره عند الفريق طرف المقابل أنه الخليفة الرابع نعم هذا ما موجود في بعض كتب التاريخ نعم والجهة المقابلة هو معاوية بن أبي صفيان فهذه الحرب اللي صارت بمن وصفهم أمير المؤمنين كما ذكرتوا بالقاسطين الفاسقين لما رفعوا المصاحف حتى يسوون بلبلة ما بين المسلمين فأمير المؤمنين يثبت عليهم على أنهم طائفة خارج عن القانون الإسلامي فلذلك نشوف ذكرهم في أكثر من موضع مثل ما قال إنه قتل القاسطين نعم ويستمر المولاه ويستمر بأبي وأمي قائلا وأم المارقة فقد دوخته وأنا أريد قليلا ألفت نظرات هذه دوخته نحن نعرف كلمة هل هي دارجة؟ نعم هل هي نستخدمها؟ هنا طبعا بالمعنى الشعبي نقول دوختني قد ما أسولفت نعم هل هي أصلها في نهج البلاغة ذكرت؟ نعم أم أصلها فصيح؟ شنو دلالتها إذا توضحه؟ نعم وأما المارقة فقد دوخته دوخته كلمة فصيحة يعني أذللته دوخته يعني أذللته وأحب أريد ألفت نظرك وألفت نظر المشاهد الكريم الإمام صلى الله عليه بأبي وأمي في ثلاثة حروب انتصار ساحق إليه والكل يعلم لكن كيف عامل الطرف الآخر؟ أي النقطة الجوهرية المهمة اللي لازم كون كل سلاطين وملوك الدنيا تتعلم ذلك الدرس من الإمام بأبي وأمي الإمام علي عليه السلام بأنه يقاتل ناس ما أسلموا ولكن استسلموا أولاي الإمام عنده نص في نهج البلاغة نعم أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة نعم ما أسلموا ولكن استسلموا يقسم يقسم نعم وأسروا الكفر فلما وجدوا عليه أعوانا أظهروه ناس استسلموا وخلصوا وعتادي الله طباب هؤلاء قاتلهم الإمام هاي النقطة اللي أريد أوصل للمشاهد يعني نقدر نقول إنه من يوم فتح مكة لما النبي صلى الله عليه وعليه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء نعم هنا النبي لما بان النصر على أنهم بعد ما بقالهم شي لا أعتدى لا رجال قاتلهم نعم الحجة كانت إنه ندخل في الإسلام فالرسول هم ما قصروا إياهم قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء فبقت هذه سارية في دمائهم نعم وروح النبوة ظلت سارية في علي بن أبي طالب نعم شف ما هو مولانا بهذين الكفتين نعم هناك تم بثق منهم روح الجاهلية نعم وشفت اللي صنعه بأمير المؤمنين وبولده الإمام الحسن وبالإمام الحسين بينما شفت الإمام علي عليه السلام كيف عامل أستاذ مسلم خلي ألفت نظرك لنقطة جوهرية جدا كبيرة ونلفت نظر المشاهدين الأحبة كذلك المشاهد الكريم نعم شوف مولانا الشارح المعتزلي يمر على وحده من عبائر نهج البلاغة يشرحها واصفه مع الدولة في كتابه للحارث الهامداني اللي رقم 69 من بين الكتب والرسائل نعم الجزء الثالث شارح المعتزلي يقول هنايا الإمام صلوات الله عليه يوصي للحارث الهامداني يقول واصفح مع الدولة يقول لا واصفح مع الدولة ما الفرق ما بين الصفح والعفو لو توقفنا هنا أحسن طبعا تكملت الكلام واصفح مع الدولة تكون لك العاقبة يعني أصفح بس هاي نرجع لها بس انطيني ما بين الصفح والعفو العفو ترك عقوبة المذنب بينما الصفح ترك عقوبة وإزالت من النفس وترك لومة هكذا صفح عنهم الإمام علي عليه السلام لذلك نقرأ ربنا اغفر لنا ذنوبنا أو اصفح عننا أحسنت فالإمام صلوات الله عليه صفح عنهم مو بس عفا عنهم بعد خلق كبير أزال العقوبة وأزال اللوم وكل شيء بحيث الشارح المعتزلي يقول لما صفح الإمام علي عليه السلام عن أهل الجمل يقول هذا أفضل من صفح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أهل مك عجيب ليش؟ ليش؟ باعتبار في المنظور العام ذيتشا كانت أقوى من هذه أقوى ومسألة موضوع إسلام كامل ليش هنا الصفح كان أفضل من ذاك؟ ليش؟ يقول لأنه مشركي قريش بعد ما عادهم خيار وصفح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بينما هذول مسلمين والإمام يعرف هيقودون المؤامرات ضده ومع كل هذا صفحانهم الإمام علي علي السلام بينما مشركي القريش بعد ما عادهم خيار هو المعتزلي يقول أنا من هو هذا الشارح لا خيار إلا الإسلام بينما لما صفح الإمام علي عليه السلام عن أهل الجمل يعرف الإمام ذو لعدم هواية خيارات وفعلاً الخيارات استعملوها وسووا اللي يسووا فهذا اللي أقول لك الإمام صلوات الله عليه بأبي وأمي كان عاملهم معاملة الآخ إخوتنا بغوا علينا نعم أحسنتم جناب الأستاذ أحسنتم أحبت المشاهدين نذهب لفاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى حياكم الله مشاهدين الأحبة نعود إليكم مرة أخرى وبعد الفاصل في برنامج الإمامة في نهج البلاغة وأرحب مرة أخرى بضيفي العزيز الباحث في كتاب نهج البلاغة الأستاذ هاني الرواعي حياكم الله مرة أخرى جناب الأستاذ المعروف عن أمير المؤمن سلام الله عليه هو فارس العرب وأشجعها وأنه المثال الذي يضرب به بالشجاعة وقوة البأس في الحرب خاض معارك كثيرة مع الرسول صلى الله عليه وآله وقتل الكثير مثل ما ذكرنا قبل الفاصل قتل القاصطين والناكثين والمارقين ولكن هل هناك شخص محدد اكتفى بقتله أو اكتفى الإمام بقتله؟ من هذا الشخص؟ إذا تحبون توضحونا هذا الموضوع؟ نعم الإمام صلى الله عليه كما علمنا وعودنا عن شجاعته التي هو كذلك في نهج البلاغة يقول بأبي وأمي لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا أهل البيت عليهم السلام أستاذ مسلم ما حد ينقاس بهم لا بشجاعتهم ولا بكرمهم ولا بعطائهم ولا بفدائهم والأبدا وعدم ذكر الأمم فقط ذكر هذه الأمة من باب أولى ما يحتاج ذلك هي أمة محمد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكل الأمة ما تنقاس بأهل البيت فعدم ذكر بقية الأمة من باب أولى ما يحتاج إلى فبرنا الإمام صلى الله عليه شجاعته حتى ينسب إليه بأبي وأمي أنا الصقر الذي حدثت عنه اعتاق الطير تنجدل جدالا وقاسيت الحروب أنا ابن سبعين فلما شبت أفنيت الرجالة فلم تدع السيوف لنا عدوا ولم يدع السخاء لدي مالا والكثير في نهج البلاغة يكتب لي معاوية مثلا نعم وقد دعوت إلى الحرب ومن مهازل الدنيا معاوية يهدد لي ما معالي عليه السلام هذه المهزلة العظمى والكبرى خلي نرجع شوي بني من أسباب النصر ومهدم الأصنام بالفتح مكة ومن الذين نفذت اعتادهم ولم يبق لهم سوى أنه الإسلام أو لنقول بمعنى آخر من أولاد الطلقاء نعم هذا باعتبارهم عاشوا هذه الفترة فهذا يهدد بمقام أمير المؤمن سلام الله عليه سبب جهل الأمة أستاذ العفو نعم الأمة بها طبع كل عشرين سنة سويلها صنم تعبدها أمتي كم صنم من مجته لم يكن يحمل طهر الصنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو والغنب بس هي بعد أنا دائما أذكر جهل الأمة قتل الإمام علي عليه السلام جهل الأمة قتل الإمام الحسين عليه السلام صح جهل الأمة قتل الأئمة الطاهرين عليه السلام الجهل مولانا ما يتميز أمة للأسف ناقة من الجمل الغث من السبيل أم قال لا قال راح أجيب لك جيش أحسن لا يميز ما بين الناقة والجمل نعم نعم فالإمام صلوات الله عليه كما أعلمنا هو في نهج البلاغة مثلا يكتب إلى معاوية وقد دعوت إلى الحرب فدع الناس جانبا وخرج إلي وأعفل فريقين من القتال ليعلم أينا المرين على قلبه والمغطى على بصره فأنا أبو حسن والنعم يا أمير الأموري والنعم خاتل جدك عتبة وخالك وأخيك شتخن يوم بادر شتخن يعني كسرا شيخ عبدو يقول يعني كسر الرأس الأجوف قالوا الكسر يجي بالرطب وباليابس فالإمام صلوات الله عليه شجاعته عن لسانه وعندي السيف الذي أعضفته بجدك موجود أيضا في ناج البلاء أقول كثير من المواطن لكن تفي الإمام بقتل شخص نعم وهو حرقوص بن زهير هذا رئيس الخوارج ذي الثدية كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله نستجر بالله إيدك صيرة من صفاته وعنده فدي هنا شتفة كفدي المرأة الإمام صلى الله عليه يقول في نهج البلاغة وَأَمَّا شَيْطَانُ الرَّدْهَةَ مو يقول خلي شوية رجعلك إلى الناس فأما الناكثون فقد قاتلتوا وأما القاصطون فقد جاهدتوا وأما المارقة اللي هم الخوارج فقد دوقتوا يعني أذللتوا وأما شيطان الردها كبيرهم كبيرهم اللي هو لقوه مقتول في أعلى الجبل الردها شنو اللي هي مكان تجمع الماء وأما شيطان الردها فقد كفيته كفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه الله أكبر ورجة صدره الله تعالى قتل الحرقوس بالزول بصاعقة بصاعقة فقد كفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدره وبقيت بقية اذكر الإمام إلى آخر الكلام يقول بأبي وأمي ولئن أذن الله لي في الكرة عليهم إلى آخر الكلام هذا اللي قتل بصاعقة يذكرني بأجواء الغدية عامرة وأجي شخص يجر بعيره أو دابته نعم فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له يا محمد بمعناه يعني يقول أنت أمارتنا نترك الأوثان تركنا وقلتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله نصبت رسول علينا نفسك قبلنا أما الآن تجي تخلي ابن عمك علينا خليفة نعم فأحنا ما نقبل هذا الشيء وإن كان هذا الشيء أمرا من الله سبحانه وتعالى فلينزل الله سبحانه وتعالى علينا حجارة من السماء فما أنكمل كلامه وتوجه نحو الدابة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه حجارة من السماء فقتله في مكانه نعم فهذا بتوارد الحديث أنه ذاك كبير الخوارج قتل بصاعقة نعم وموت شر موت ميتة سوء وبالإضافة إلى معادات لمولى الموحدين مولاي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم نعم أستاذنا العزيز لو تصفحنا أوراق التاريخ نرى عديد من الشخصيات وقع عليها الظلم من قبل أمتهم وبالإضافة إلى الحقبة التي عاشوها ولكن المولى أمير المؤمن صلى الله عليه واحدة من الشخصيات التي طالت أياد الأمة الظلم لشخصه صلى الله عليه حتى بعد استشهاد النبي بدءا من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله في أخذ الخلافة منه قسرا وإجبارا إلى مقاطعة الناس وحوادث كثيرة ذكرت بهذا المضمون وبقي أنه حتى القرآن الكريم الذي كتبه بوصية من الرسول صلى الله عليه وآله أنه لما أخذ للجماعة قالوا خذ قرآنك إليك إحنا ما لنا حاجة بك إحنا لنا قرآننا الخاص وهو شريك رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أولى الناس بكتابة ما ينطقه الوحي كما ذكرنا بالبداية أنه هو كان يسمع صوت الوحي ويرى نور الوحي وبقي هذا الأمر مستمرا حتى بعد استشهاده صلى الله عليه قرابة الثمانين عام وهو يسب ويشتم ويلعن على المنابر هل ورد في نهج البلاغة هذه المظلومية هل ذكر المولى أمير المؤمن صلى الله عليه مظلوميته في نهج البلاغة عن لسانه؟ نعم الكثير من المواطن في نهج البلاغة الإيمان بأبي وأمي يذكر مظلوميته نعم يعني الظلم الكبير والحيف اللي لا يوصف شنوه الظلم؟ الظلم شقد إحنا فاهمين أكو ظلم بالوجود بالدنيا بس مو مثل ظلم جهل الناس يجيب لك واحد مو بمستواك يقعدوا إياك ويفرض عليك نعم هذا الظلم يعني إحنا بشر عاديين يعني بشر عاديين يعني الآن هسه أنت مشوف هذا واحد عالم والأمة تجيب لها جاهل وتفرضها على العالم ولازم تأتمر بأمره لازم تأتمر الإمام صلى الله عليه وصل الحال بالأمة أستاذ مسلم خليس مع المشاهد الكريم كيف ظلم أمير المؤمن عليه السلام نعم يصل الحال السيدة الزهراء صلى الله عليه وصلها للإمام علي عليه السلام تقول لها أنا سمعت أنه الناس مني تفوت من يمك ما تسلم عليك قالها لا أنا أسلم عليهم الناس ما ترد لي عجيب عجيب فالإمام صلى الله عليه في نهج البلاغة مثلا يقول اللهم إني أستعديك على قريش لأنه وقع عليه حيف مولانا حيف الجاهلية يعني معنى كلامه هنا أستعديك في قريش شنو يقصد بالإمام يعني على قريش يعني أطلب منك العون عليهم هو يبين من بعد ذلك بأبي وأمي فإنهم ظلموني سلبوني سلطاني بن أمي النبي صلى الله عليه واضح نعم واضح فأعود المظلومية الكبرى لما الأمة تجيب يعني عجيب يا أخي يعني واقعا واحد يتألم الإمام علي عليه السلام يجلس ويعبر رحمن بن عوق من هواني الدنيا يعني يعني واقعا تعسى الزمان فإن في أحشائه بغضا لكل مفضل ومبجلي وتراه يعشق كل رذل ساقط أشقى النتيجة للأخس الأرض لي باعتبار النتيجة تتبع أخس المقدماتيين كما يقول أهل المنطق الدنيا تجيب ساعد من أبي وقاصد وقاعده الإمام علي عليه السلام وينازعوا على الحكم نعم وينازعوا أخذوا مننا الحكم ينازعوا ويأخذوا وأخذوا أخذوا أخذوا نعم هذا منين مولانا جه للأمة هذا صوت من؟ صوت الذي كان يكتب المعاوية إلى كسر العرب وخال المؤمنين نعم تمجيدا الإمام صلوات الله عليه يقول حتى مضى الثاني لسبيله فجعلها في جماعة زعم أني أحدهم زعم زعم فيا لله وللشورى إلى أن يقول قعدنا على لسانه في نهج البلاغة نعم يقول الإمام بأبي وأمي قعدنا بالقعدة فصغى رجل منهم لضغنه هذا سعد بنبي وقاصد ما لو استمع لحقده لماذا؟ لماذا؟ لأنه الإمام قاتل أبو سعد البدير حينطي خلافه ومال الآخر لصهره عبد الرحمن بن عوف من يلهل صاروا يطلبون ثعرات من أمير المؤمن ومصاهرات مع هن وهن عموما ما يستقبح ذكره إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبي الأمويين يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع كلهم باقوهين إلى آخر الكلمات أكو مثل هذه المظلومية الإمام علي عليه السلام الذي تنص عليه السماء بالإمامة يقعد ويا ناس لا تلتقي بذنمهم والشفتان استظهارا لقدرهم السبب منه جهل الأمة جهل الأمة الأمة لا تميز الصالح من الطالح لا تميز الغث من الغث يا أبا هذا أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله أشعوا النوبة عفتو ورما باعتو في غدير خم ما صار لكم درس تعوفون نوب كذلك يطلعون عليه لما صار خليفة هم طلعوا عليه الناكثين والقاصطين هذه واحدة من أوجه الظلم التي تعرض لها أنا أعتبر أستاذ مسلم أنه وصب حقه في الخلافة وبعد ما خلوه بالترتيب الرابع أيضا أيضا كذلك ولذلك أعتبر بصراحة وأقولها بملء فمي أعتبر لا توجد مظلومية بالوجود هذا الوجود كله نعم وما حنت النيب وما كر الجديدان واللي قبلنا واللي بعدنا حيجون شخص ظلم مثل الإمام عليه عليه السلام أبدا لأنهم عالم بين جهلاء إمام بين عميان يعني هو يقولهم كان بأبي وأمي يقولهم يقولهم أنا ما أمركم إلا بحسين ما أنهاكم إلا عن قبيح وبدون مقابل بدون مقابل وبدون نحن نسأله تعالي استعرض التاريخ من نفض موضوع بدير؟ الإمام عليه السلام صحيح من نفض موضوع أحود؟ مولانا وخيبار وخيبار والخندق والغزوات ويعترف بها الشارد والوارد والمخالف والمؤالف في كلها كان بالواجهة بالواجهة والإمام صلوات الله عليه بأبي وأمي ما عنده ذرة من حياته الشريفة إذا مو هي في سبيل الله تعالى كلها استعرض اقرأ في نهج البلاغة ما عندهم غير التقوى هل تعلم أن أكثر كلمة من بين كل الكلمات استعمالاً كلمة التقوى في نهج البلاغة ما عنده هدفه الخوف من الله بالخوف من الله الحياة تمشي بصورة سليمة بس إذا ماكو خوف من الله فأني أعطي بورستان مسلم أكبر مظلومية للإمام علي عليه السلام وقعت عليه لما على أي اتحال فقد نزت بطن ما بعدها فطن بالعاجل الوغد والهيابة الوجلي وخالفت هاشماً في ملكها عصب صاروا ملوكاً وهم من أرض للخول اختصرت بهذا المعنى الكامل نعم سلام الله على مولانا أمير المؤمنين ونعم أيها الأحبة نهنئكم بهذه الأيام المباركة ويوم غدير خم وهنيئاً لكم باتباعكم وموالاتكم لمولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه شكراً جزيلاً جناب الأستاذ الباحث في كتاب نهج البلاغة الخادم وليس الباحث إن شاء الله كلنا نخدم ونروم رضا المولى أمير المؤمن سلام الله عليه شكراً لكم جناب أستاذ هاني الرواعي لأنك كنت معي ضيفاً في هذا البرنامج الله يسلمكم سعى صدرك وتحمل الله يسلمكم بالعكس الحوار شيخ وكل شيء فيه ذكر علي فهو عبادة بلا شك نعم مشاهدين الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختاب هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا الثبات على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه شكراً لحسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة